العمليات التضامنية من طرف الجالية الجزائرية بالخارج إلى العملية السابعة لهذا سمت سولي كوفيد سبعة هي الأكبر من ناحية الحجم 24 طن وعملية نوعية لأنه فيها مجموعة من العمليات وطبعا العملية سواء العملية السابقة أو هذه العملية تمت في الحقيقة المساعدة وتعاون الكبير من طرف رئيس السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وفيه تفاصيل كثيرة لأن العملية هذه فيها محاور كثيرة أولا تجهيز وحدة كاملة بعين بنيان لكوفيد أكثر من 585 سرير بكل تجهيزاتها بكل أدوية هذه التدشين الرسمي تحارحة سيكون إن شاء الله يوم الخميس 11 فبري هذه الوحدة هي وحدة طبية في مقر السلطة الوطنية المستقلة الجديد ومبادرتين من المجتمع المدني المهيكل داخل السلطة لأن هذه المؤسسات التي تقوم بهذه العملية هم ممثلين السلطة الوطنية المستقلة في الخارج أما قدومنا اليوم إلى الجزائر وإستمرار للعمليات التضامنية التي بدرنا بها منذ بداية الأزمة تلبية لإخواننا الأطباء أساعدنا على مكافحة الواباء ونطرحم اليوم على شهداء الواجب الوطنية لأننا يطارق على الجزائر التي تتعلقها في الخارج لتعبطة لتعبطة على المقالد هو التعبط لتعبطة على المقالد وهي يوجد مدلقة بخصوصة والمقالد على المقالد منذ الأنبياء نبدأ نحن نهمية ونبدأنا نملك منذ المقالد المقالد من خلال ونظر كلنا حدثة منذ 6 أحيان كانت دمیقا ببدء آنما هي الأحصول عن مؤهونها. أننا إضافكم رؤسة على كل تشيئات وإن أن ترون طوارقه ورمتعت عن التوانيه، نعمو متلقائي، نعمو متلقائي، نعمو متلقائي بيودي، família وقرام سنشرحنا بالقناة. كما نمنع بك، لذلك نعمو رؤسان في المنحطني. أعلى ممتلكنا.